اعلنت وزارة الصحة ان مجموعة من حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين قد بلغ مائتين وثلاثة وستين الفا واربعمائة واثنين وعشرين شخصا حتى مساء امس الخميس وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني انه بلغ خمسة الاف وثمانمائة واثنتين واربعين حالة تطعيم وكان الفريق الوطني طبي قد اكد ان البحرين وفرت خيارات متنوعة من اللقاحات الامنة والمعتمدة لجميع المواطنين والمقيمين ولكل ثردنا الحرية في اخذ اي لقاح بما يراه مناسبا له مشددين في الوقت ذاته على ان اخذ اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية